قرارات دي القرارات اللي اتكلموا عليها النهاردة في اتحاد الكرة المصري او التوصيات لانها لم ترتقي الى حد القرارات حتى الان طيب ايه اللي هيحصل الايام اللي جاية؟ تعالوا الاول نشوف المهندس احمد مجاهد قال ايه؟ بعد هذه الجلسة قال كنا نتمنى ان ينتهي الموسم في منتصف يوليو لكن عدا موجود سوى اربع سيارات لتقنية الفيديو اجبرتنا على اقامة مباريات كل جولة على ثلاثة ايام طبعا هو هنا بيرملكم انه شفتوا يا جماعة تقنية الفيديو مش كاملة عشان كده الدوري هيتأخر وبالتالي في مشكلة في العقود هو برضو ذاكي يعني قال ان القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل نادي يهدف الى اتاحة الفرصة امام الاندية المختلفة التي فجأت بوجود اصابات بين صفوف فريقها ان تعيد ترتيب اوضاعها حسب الظروف الجديدة وليس استمرار تأجيل مبارياتها حيث ان لعب المصاب اصلا ممكن يحتاج اكثر من شهر للعودة وبالتالي احنا بس من مجرد ان احنا بندي فرصة ان حد يستعيد لاعبيه او يفكر يعمل ايه في حالة استمرار غياب اللاعبين قال ان احنا بصدد الارسال رسميا للاندية بمقترح جديد لتعديل بند الجدارة الرياضية في لائحة المسابقات بعد ان لمس ان هناك ظلما قد يقع على بعض الاندية في حالة تطبيقه بالصياغة الحالية فعند النقطة دي واشرح لكم سريعا بند الجدارة الرياضية انت فاكروا طبعا وحضرتك فاكرا وهو انه يعني لو الدوري لقدر اتلغى وهي احتمالات قائمة في كل وقت في كل بلاد الدنيا في ظل ازمة الكورونا حتى وان كان اللقاح بدأ يعني يتم تطعيم الناس بي دلوقتي لكن هي احتمالات قائمة فلو الدوري اتلغى في وسط الموسم نلجأ لبند الجدارة الرياضية انه مثلا نحسب ده لعب مع ده عدد المباريات نقسمها وعدد النقاط ونحسبها ونشوف مين اللي كان لو مشي بالرتم ده ياخد الدوري فقالك لا حسنا انه فيها كده ظلم اقولكم انه مبدئيا كده بند الجدارة الرياضية او اي بند من بنود الغاء المسابقة في نصها ومنحها لأي بطل هيكون فيه جزءا او قدرا لبأس به من الظلم يعني عمره ما هيوفر العدالة الكاملة لانه لو انت حتى محقق الدوري او فارق عن اقرب منافسيك ب12-15 نقطة ممكن بما انه فيه لسة موصف متبقية التاني ده يعديك فكده كده هيبقى فيها ظلم لكن هو بيحاول يوصلوا لأقلها ظلما وهي انه يبدأ يقول لك خلاص المقترح الابرس دلوقتي نقفل الدوري زي ما هو يعني خلصنا الدوري في الجولة الـ 18 او العشرين مثلا من 34 جولة خلاص الاول ياخد الدوري التلاتة لتحتي يهبطوا غالبا ده اللي هيحصل باعتبار ان ده قد يكون الأقل ظلما تبقى لما يرى اتحاد الكرة المصري وانا مشتح لكم بس النقطة دي عاملة ازاي؟ طيب هو قال ليه كمان قال ان الاتحاد في انتظار قرار لجنة الأزمات بشأن مسابقات الناشئين بعد رفع امر كيفية الحفاظ على ابنائنا لوزارة الشباب والرياضة نقطة مهمة جدا اللي هي قصة برضو الكورونا وقصة ان مسابقات الناشئين ما تستمرش لانه الاولوية للمسابقات الكبيرة لحين النظر في قرار وزارة الشباب الرياضة اللي هي تقول القرار نكمل ولا نلغي واحنا مش اصدرنا نلغي اي مسابقات يعني هكذا يقول رئيس الاتحاد المصري او رئيس اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري للكرة القادم قال انه اهم المنتج عن اجتماع اليوم مع رؤساء ومسؤولي اندية القسم الاول هو ان جميع الحاضرين للاجتماع ايقنوا ان الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الاندية اتباع هذا المنهج والتمسك بهذا المبدأ جعلنا نسعى وراء مصالح جميع الاندية على مختلف الاصعضة بمراعاة الجوانب التسويقية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار والاخذ بالتقنيات الحديثة باعتبار ذلك كل المدخل المعاصر للارتقاء فنيا باللعبة وانديةها تقيلة او الجملة اللي فاتت دي اي تفكير في تغيير احد بنود لقاحة المسابقة او وضع قواعد للموسم المقبل مشاركة الاندية يأتي تقديرا من الاتحاد لانديته وتفعيل مبدأ الشراكة معها ورعاية مصالحها نؤكد على نظرة الاتحاد لجميع الاندية على سواء والعمل المجرد من اجل مساعدتها على تحقيق اهدافها